ايه تعالوا بقى ناخد حضراتكم لملف مختلف تماما انبارح كان فيه مؤتمر للاعلان عن انطلاق الموسم الثامن من دوري مراكز الشباب لكرة القدم اللي بيتنفذ على مستوى محافظات الجمهورية بمشاركة 18 الف لاعب من 600 مركز شباب انطلاق النسخة الثامنة بيحصل في ظل استمرار جائحة كورونا وطبعا ده في حد ذاته اكيد هيستوجب الالتزام بكافة الاجراءات والتدابير الاحترازية للوقاية من الفيروس المستجد وطبعا لازم نأكد ان دوري مراكز الشباب لكرة القدم يعد واحد من المشروعات الكبرى اللي بتنفذها وزارة الشباب والرياضة لنشر الممارسة الرياضية وايضا لتكثيف الانشطة والبرامج داخل مراكز الشباب في جميع الحق الجمهورية في ضوء التنشئة الرياضية للنشئة وايضا للشباب بس يمكن توجه الدولة مؤخرا كان يعني مركز على فكرة برضو الاهتمام بمراكز الشباب وشوفنا تطوير حصل بشكل كبير جدا خاصة بيه وفكرة كمان خلق عنشطة اخرى مش بس الرياضة فده كله اعتقد بيصد في مصلحة في الاخر الشب المصري في الاخر اكيد المجتمع المصري وكمان من الناحية التانية او زاوية اخرى انت بتكلم ان مراكز الشباب دي تحديدا بقى ممكن تخرجلك بعد كده اللي هم ابطال الكرة يعني بيبقى فيه اختبارات بعد كده بتحصل وغيره للالتحاق بالاندية الكبرى ولكن بداية بتكون بشكل كبير جدا من مراكز الشباب فده حاجة كويسة اللي فيه اهتمام بيها جدا جدا وبعدين فيه كمان يعني زا ما تقولي كده ايه حاملة قومية من خلال مراكز الشباب لاكتشاف كل الموهوبين يعني على مستوى كل الانشطة الرياضية وحتى الفنية من خلال مراكز الشباب فطبعا ده الدور اللي المفروض مراكز الشباب كانت تبقى بتقوم به من سنين طويرة ولكن يالله حبدالله على السلام المشهد اختلف وده المهم طبعا المشهد زمان احنا بنحاول ننسى ممكن دراما والسينما عرادته بشكل كوميدي لكن احنا يعني دلوقتي ده حاجة زي تاريخ خلاص احنا حننساه تاريخ مش حلو لكن الواقع دلوقتي والمسابة الاعتقد هو ده اللي حيمحي الماضي فاحنا ماشيين كده في طريق اعتقد ان هو جيد جدا